الآن نلجأ إلى الموبايل ننزل هذا البرنامج. أكو برنامج مع الاتزان. أكو هذا البرنامج. وأكو هذا بابل ليبل أكو هذا بابل ليبل وأكو هذا ببيسيوس ليبل. من المتجر ننزل هذا البرنامج مثلا. هذا البرنامج لهضة أنه ينطيك القراءة بالعشر هذه القراءة العمودية بالعشر هذه الفقاعة إذا كانت بالنص تتحول إلا اللون الأحمر ينطيك القراءة بالعشر هذا كم درجة أو بهذا المكان هذا القراءة الوفقية لهضة أنه هذه القراءة الوفقية ينطيك بالمينس أو بالزايد لاحظوا تجاه اليمين أو اليسار طبعا هذا البرنامج حلو وأنا نجربه بالضبط نجربه على شيء مائل يطلع الأفضل إزالة الكوبر هذا الكوبر مع الموبايل نزيل الكوبر مع الموبايل حتى نستفاد من الحافة المستوية للموبايل هذه الحافة المستوية اللي ما بها أي دقمة أو سويتش هذه الحافة لا تفيدنا بينما هذه تفيدنا حاليا رح نقيس نقيس الاستواء رح نقيس الاستواء لهذه الحجرة هذا نقيس الاستواء لهذه الحجرة نلاحظ أنه خمسة درجة خمسة درجة يعني معناته هاي خمسة درجة ومايلة إلى عالية هذا استواء الأرض خمسة درجة أو أو ستة درجة نقيس مضبوط هاي خمسة درجة حاليا هذه عفوا هاي بالضبط أربع 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 عفوا بوينت فور درجة يعني عشر أربع عشر الدرجة هاي ميلان الأرض ميلان الأرض إلى يعني هذه صعدة يعني مناتة الإطار صعدة فعلى أساس نقيس ونطلع التصحيح مانا هذا التصحيح مانا على هذا الأساس زي كيف راح نعرف التصحيح مانا التصحيح مانا لازم يكون أيضاً بين الإطار إذا كان بصورة مع هذه أيضاً يكون بوينت فور بوينت ثري هاي إذا أردنا بالضبط بالضبط إذا أردنا وممكن القياس بهذه نحظوا هذه أيضاً ممكن القياس وتطلع بوينت سيفن بوينت ثري هذه البوينتات يعني هي ماذا كل شي لكن إذا زادت تأثر زي هسا Veronica راح نقيس ماء للإطار نحن عدنا الميول من هذه المكان وهذه المكان أو ممكن هذه الحافة الداخلية هذه الحافة الداخلية لليوي هذه الحافة الداخلية لليوي طبعاً إحنا وجدنا هذه وإجدس بالضبط وشيكناه هل هو مستويل أو لا كالأتي نجيب مصدره وشيك هل أكو بيعوجاج أم لا من الحافة هل بيعوجاج والقعر أيضا هل بيعوجاج أم لا من القعر وكذلك نأتي بمصدره ثاني ونضع هكذا ونضع هذه المصدره ثاني ونقيس المسافة من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا فإذا كانت هذه المسافة مع هذه متساوية إذا هذا القلاص مصنع تصنيع جيد واللفزاوية تسعين درجة ونقيس المسافة هذه متساوية إذا القلاص جيد ونقيس مرتلغ تسعين درجة فإذا هذا هو مضبوط وجيد الصناعة لأن أكو بعض القلاصات بها عيوب أكو بعض القلاصات بها عيوب هذا سأستخدمه بالوزن فأخلي على هذا المكان والآن سأقيس بواسطة الموبايل سأقيس بواسطة الموبايل على الحافة العدلة الحافة العدلة هذا لاحظ نمشي نطبق نطبق على القلاص لاحظ أنه واحد وتسع عشر لاحظه واحد سع عشر إلى اثنين إذا نطرح الفرق نطرح الفرق اللي هو كان عندنا تقريبا بوينت ثلاثة أو بوينت أربعة يطلع واحد ستعشر ميل الإطار يعني هذا الإطار مائل بدرجة واحد ستعشر عن عن المستوى الأفقي وليس عن هذه الحلانة لأن هي أصلا مائلة بدرجة بوينت فور تقريبا فإذا هذا الإطار مائل عن المستوى الأفقي اللي بول صفر اللي بول صفر يعني إذا عندنا أرض مستوية صفر هذا مائل عنها إلى هذه الدرجة بدرجة واحد ستعشر يعني الكامبر واحد ستعشر يعني هذا الجزء هذا الجزء طالع عن هذا الجزء وهذا الجزء فايت زين هذه طريقة القياس وأيضا إذا نتأكد نرجع لهذا الجلاس بعد نشوف الفرق هل هناك فرق أم لا واحد سبع عشر واحد سع عشر يعني فرق قليل جدا فنحن ناخد المعدل المتوسط لهذه القراءات نجمعها وننطي المعدل والمتوسط لهذه القراءات ونطلع الزاوية لحتى نعرف زاوية ميل الإطار سننتقل إلى الجهة الثانية ونرى هنا الإطار الجهة اليسار هذه الجهة اليمين الجهة السكن ما جهة الساعق الذي صف الساعق سنرى الإطار الجهة اليسار من جهة الساعق الآن نحن الآن أسفل الإطار وهذه قاعدة هذه قاعدة الدبل وهناك براغي اثنين هذه للكامبر ولضبط زاوية الميول هذا البرغي هو مدور الثقب مدور أما هذا ثقبه بيضوي بيضوي نحن راح نرخل اثنين ونعدل الميول لأنه كان الإطار كان الإطار مائل إلى هذه يعني مائل إلى هذه يعني مو فوق مائل إلى هذا الاتجاه نحن ايش راح نسوي هسا راح بالعكس راح يكون الإطار ندفع الإطار بهذا الاتجاه حتى يرجع يرجع ويستعدل بمقدار درجة بمقدار درجة فنفتح الرخي هذه البراغي الاثنين الرخي هذه البراغي الاثنين وبعدها نشد